من طبيعة الإنسان الخطأ والتقصير ومن واجبه أن يعود إلى ربه كل ما أذنب قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فلا تمنعنك كثرة المعاصي من التوبة فإن الله تعالى قال في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي لكن لا بد من الصدق والإخلاص في التوبة والندم على الذنب والعزم على عدم العودة إليه مع إرجاع الحقوق إلى أهلها وأن يكون ذلك قبل حضور الأجل قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب قال ابن عباس رضي الله عنهما القريب ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت فالمسلم الحازم يبادر بالتوبة ولا يؤجلها لتكون في رمضان أو في غيره فإذا جاء رمضان استثمره في زيادة الحسنات بعد أن تطهر بالتوبة من السيئات فيا من شرد عن الله بالمعاصي ارجع إليه بالتوبة فإن أبواب الجنة مشراعة لك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله